تعال روح لكواليس الساعات الأخيرة في النادي الأهلي بعد خسارة مباراة الزمالك وكأس مصر يلا بينا خذوا التفاصيل دي بقى أولا الكابتن محمود القطيب رئيس النادي والمكلف بالإشراف على كرة القدم قرر وقف مستحقات اللاعبين بما فيها الرواتب الشهرية وذلك لآجل غير مسمى دون تحديد أي موعد الإفراج عن المستحقات كما أن الأمر غير مرتبط بفوز الفريق بلقب الدوري الذي ينافس عليه في الوقت الحالي خد الموقف ده وقت مباراة سانداونز والخسارة الشهيرة لو تفتكروا وبعد كده فاكرين خسارة سانداونز حصل وقف مستحقات وحصل تعنيف لللاعبين وبعدها اللاعبين هذا الفريق حقق إنجازات لا توصف في تاريخ النادي الأهلي ثانيا محمد الشناوي قدم اعتذاره للجهاز الفني واللاعبين خلال مران الفريق الأخير عن الخطأ الذي وقع فيه خلال مباراة الزمالك كما طلب الشناوي مع وليد سليمان من اللاعب الفريق تقبل أي انتقادات يتعرضوا لها من الجماهير وقالوا نصا لازم نستحمل أي حاجة من الجماهير اللي وقفة في ظهرنا دائما بالمناسبة بالمناسبة قبل ما روح لسالسا قبل ما روح لسالسا في موقف عد على الكل في ظل الهجوم على الشناوي بسبب الخطأ ده بس أنا بصراحة ما عديتوش محمد عبد المنعم لعب كبير ومحترم وإن شاء الله مستقبل كبير جدا لمنتخب مصر في خط الدفاع رائع لعب رائع علمونا في الكورة وغير الكورة نحترم الكبير أنا استغربت جدا ومحمد عبد المنعم بيشوح لمحمد الشناوي في المباراة أو أنت ممكن تتدايق ممكن تزعل بس لأ ده كابتن الفريق على مستوى العمر أكبر منك على أقل بعشر سنين فيه تفاصيل كده ما حبش عديها وده مش الأهلي الصغير بيحترم الكبير ديامر في النادي الأهلي طبعا عشان كله كان رايح على محمد الشناوي انت أجب محمد شناوي حاجب محمد شناوي على الخطأ نسيوا اللقطة دي بس اللقطة دي بالنسبة لي كانت مهمة جدا وتاني وتالت وألف محمد عبد المنعم لعب كبير ورائع لما بنقول كده بنلومه بس عشان نفسنا يبقى على المستوى التفكير وعلى مستوى المينتاليتي زيه بالزبط مستواه الفني الرائع الكبير في أرض الملحب تعالوا نكمل سالسا ريكاردو سوارش المدير الفني طلب من الجهاز الطبي تقريرا طبان مفصلة على حالة أربع لعبين بالفريق هم محمود متولي وبدر بنون وبرستاو ولويس ميكي سوني خصوصا في ظل غياب رباعة طيلة الفترة المضائية بسبب الإصابات كما شدد على أن يكون تقرير متولي شاملا واستفسر كثيرا عن حالته من الجهاز الطبي بالمناسبة ميكي سوني في قائمة الغد نروح لرابعا المدرب البرتغالي عقد جلسة خاصة مع بدر بنون وتحدث معه حول موقفه من البقاء والرحيل وطلب منه سرعة تحديد مصيره إلا أن بدر أكد له على رغبته في البقاء خصوصا بعد فشل انتقاره إلى فريق قطر القطري لكنه طلب مهلى من سوارش عدة أيام لحسب موقفه وإبلاغه بقراره النهائي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الخروج من القلعة الحمراء نروح لخمسا سوارش عقد جلسة مع أكرم توفيه بعد أن بدأ فيه المشاركة بشكل جزئي في تدريبات الفريق وقال لأكرم سمعت عنك كثيرا أنك اللاعب مميز ويطلق عليك اللاعب الحديدي وأنا أنتظر عبدتك في أقرب وقت وأصد في قدرتك على استعادة مستويك سريعا أكتر لاعب خسر النادي الأهلي ومنتخم مصر في الفترة الأخيرة هي أكرم توفيه على المستوى الفني وعلى المستوى الرجولي والجدعانة في أرض الملعب خسروا جدا للنادي الأهلي خسروا حظ عاثر جدا للنادي الأهلي قبل أكرم توفيه وحظ عاثر طبعا لمنتخبنا الوطني نكمل سادسا علي معلول في الساعات الماضية استفسر من إدارة الكرة عن أنباء رغبة النادي عقد صفقة تبادلية مع التراجي التنسي بضم محمد علي بن رمضان وانتقال معلول للتراجي لكن مسؤولي الأهلي نفول الزائل أيسر هذه الأنباء لأنهم أكدوا على صحة رغبتهم في ضم بن رمضان لكن دون عقد صفقة تبادلية بل وأن القرار داخل الإدارة هو استمرار معلول حتى اعتزاله الكرة في ملعب التتش رأيي اللي مش هغيره رأيي اللي أنا مقتنع به جدا أن علي معلول إن لم يكن أفضل محترف جد دولي المصري فهو على الأقل واحد من أفضل المحترفين اللجوم في الدولي المصري هبوط مستوى في الفترة الأخيرة ده لا يعني أبدا أبدا إنه مش واحد من أفضل اللعبين اللجوم في الدولي المصري سابعا لجنة تقديد القرى طلبت من سوارش تجهيز وإعداد تقريره عن المراكز التي يحتاج لدعمها في الفريق خلال الانتقالات الصيفية على أن يقوم بتسليم هذا التقرير عقب الجولتين المقبلتين في الدولي أمام الجونة ومص المقص طيب هم عايزين من سوارش تقرير أنت حضرتك عايز تدعمات في أي مراكز عشان نبدأ نشتغل نبدأ نشتغل التدعمات دي عايزة في مراكز إيه؟ ما ممكن لجنة التقديد تروح تشتغل على اللعبين ولجنة أو إدارة النادي الآلي على اللعبين هو ما يكونش عايزها في المراكز دي فقالوا أنت عايز جاهز دي تقير كده بعد المباراتين قلنا المراكز اللي أنت عايز عشان نبدأ نشتغل ونبدأ نعرض عليك سامنا لجنة التقطير قرارة الدخول من الآن في مفاوضات مع نحو تم اللعبين كان قد تم الاستقرار عضمهم في وقت السابق ومن بين هؤلاء اللعبين محمد علي بن رمضان نجم التراجي التونسي بجانب أحمد عاطف ومحمد حمدي وهشام صدح وعمر السيسي لكن الحسم الآن يتم إلا بعد الحصول على موافقة سوارش والأسماء دي كنت قلتها لحضراتكم منذ عدة أيام كلمنا فيها تفصيل عن اللعبين المرشحين للانضمام إلى النادي الآلي نروح لتاسعا إضاءة القرب الآلي قررت الدخول بشكل رسمي وعاجل في مفاوضات مع نادي فاركو من أجل ضم حارسه محمد صبحي خصوصا وأنها سبق وأن توصلت بشكل ودي عبر وسطاء في محاولة للتمهيد لضم اللاعب وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد تراجع مستوى الشناوي ورغبة علي لطفي في الرحيل ومرة أخرى تراجع مستوى الشناوي ده ليس معناه أنه تراجع إلى الأبد تراجع لمباراة أو مباراتين ده شيء عادي جدا فكرة أنك تدعم مركز حراسة المرمى بحارس آخر حارس مهم آخر زي محمد صبحي ده شيء جيد وخاصة أن الأهلي عنده حارس كمان مهم جدا هو مصطفى شبير مع الرحيل المتوقع لي علي لطفي نروح لعشرة لنجلة تقديد الكرة قدمت بعض توصيات غير المعلنة للمدارب سوارش بإراحة عدم اللاعب الفريق في أكثر من مركز خلال الفترة المقبلة للحفاظ عليهم أولا من انتقادات الجمهير وأيضا لمنح الفرصة لآخرين في الظهور والحصول على فرصة كما تم الاكتراح على المدارب البرتغالي بمنح الفرصة لمصطفى شبير في المبارات المقبلة وبالمناسبة ده مش عيب يعني أنا لو من الجهاز الفني للنادي الأهلي صحيح الوضع صعب صحيح الظروف صعبة صحيح ضغط المباريات كبير بس ما فيش مانع انك تشيل الضغط من محمد الشناو انك تريحه شوية هنا مش بتعاقبه هنا انت بتريحه شوية هو كل مباراة هينزلها هيحس انه مضغوط هيحس انه مش عايز يغلط عشان العين هتبقى عليه فممكن تبعده شوية عن الدوشة دي ده رأي رأي تاري يقولك لا ما أنا لو ابعدته عن تشكيل السائل فريق ممكن يهبط معنويا قبل فنيا فاخسره في المستقبل كمان ده رأي وده رأي ده له يعني ممكن نقول يعني الناس اللي بتقول عليه رأي كويس وده رأي برضو ممكن نقول عليه رأي كويس الحادي عشر بدأت لجنة التقديد في تجهيز ملف تسويق اللاعبين الذين ترى ضرورة رحلهم في المركاتو الصيفي من بينهم بيرسيتا والويس ميكي سوني بجانب المالي أليو ديانج التي ترى اللجنة ضرورة الاستفادة من اي عرض مالي جيد يصل اليه خصوصا وانها ترى بان مستوى بدأ في التراجع ولن يقدم اكثر من ذلك للفريق نقطة الاثناشر تم التأكيد على جميع اللاعبين وافراد الجهاز الفني بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية والابتعد تماما عن نشر اي امور تتعلق بالفريق او التفاعل مع تعليقات الجماهير ومن يخالف هذا القرار سيتعرض لعقوبات صارمة دي نقطة مهمة دي نقطة مهمة جدا موضوع السوشيال ميديا كتلة بحسن قلنا الف مرة ما نركز مع السوشيال ميديا الادارات ما تاخدش بكلام السوشيال ميديا لما بيقول ما تاخدش بكلام السوشيال ميديا انه مش كلام الناس اللي بتاع السوشيال ميديا دي كلامه عيب او كلامه صغير او كلامه مش مهم لا لا اطلاقا مش دا المعنى المشجع يتحدث دائما بعاطفته لا تلومه ابدا على السوشيال ميديا او غير السوشيال ميديا لا تلومه ابدا بس ما ينفعش انت كمسؤول تتعامل بنفس الطريقة ده واحد اتنين انا بكلم على الاهلي وغيره بالمنازل اتنين اللاعبين اللاعبين والاجهزة الفنية يا جماعة سوشل ميديا ده يتم استخدامه بحذر شديد جدا في اي مكان في العالم مفيش لقب بيخش ينمي صورة حتى الا بحساب مفيش حد بي طبعا كسرة ان انا اكتب بوست ارد بيها على جمهور ولا تكلم بيها على اقدارة ولا تكلم بيها على منافس الكلام ده كله مش متشوفوه في اوروبا بس ده بحساب وفي شركات بي ار بقى هاي اللي بتعامل للعابين وهاي اللي تقول لهم ابدأ نزل دي دي الوقتي وانشر دي دي الوقتي وكلها او معظمها بتبقى حاجات دعائية واعلانية ملاحش علاقة بالخنايات والمشاكل والكلام ده كله فمهم جدا اللاعبين ما يكتبوش حاجة اللاعبين ما يتأثروش باللي بيكتبوه اللي بتكاتب عليهم اللاعبين يفهموا ان السوشل ميديا دي مش زيهم زي المشجعين لأ انت يا دوبك تستخدمها لأمور دعائية واعلانية يا دوبك يعني دي نقطة شكرا للمشاهدة